ما يبين أنه نحكي عن فريق سياسي محدد بس هذا يشمل كل الأفريقاء السياسيين الموجودين في الحكم العلاقة هي علاقة مافيوية والتوصيف الأداء حتى هون والتوصيف ليس لي هو المحامة بلبناني نسيتش اسم صراحة بنيويورك تامز أنه في بلدان فيها عصابات قوية لبنان هو بلد تملكه عصابات مملوك بلد مملوك من عصابات كرمال هاك ما رح يمشو بأي آلية من آليات الرقابة طوعا ما رح يمشو فيها طوعا شو اسمها هاي اللي عم يعملوا هلا هيئة مكافحة الفساد والرزب حليب هذا كله ماشي هذا كلام مبرعي دياد لما تقول ما رح يمشو طوعا يعني شو يعني على الدول المانحة يعني على الدول المانحة التي قد عملت باريس واحد و باريس تنين و باريس تلاتة أن تصحح الأخطاء التي ارتكبتها لجعل دعم هذه المنظومة الحاكمة أن تصحح ما قامت به في باريس واحد باريس تنين و باريس تلاتة وأن تقوم بتحديد دفتر شروط ما أنه عم نحكي على المناقصات دفتر شروط قاسي عليهم من أنه تعايا حبيبي انجا تسلمني تتحك علي وتقول لي بدك تعمل هيئة لمكافحة الفساد يلي بدكافح الفساد مظبوط أولا عليه أن يرفع يد عن القضاء وهذا بيترجم أقله كشكل بالتشكيلات القضائية وقالية التعيين والقالية التشكيلات القضائية هاي واحد اتنين هذا بيترجم بالشغل على الأجهزة الرقبية وأطلاق يدها مش تهديدة لما من نجي نحكي بإصلاح من نجي نحكي بأنه شومي ضمني اللي بيقدر اللي بيقدم مصاري بهذا البلد هو اللي قدران يفرض شروطه محكي الأمور مثل ما هي وبالتالي يعني دول المانحة هي التي يجب عليها أن تفرض برأيك الإصلاح على المسؤولين اللبنانيين وحد مننا شعار طبعا شو اسمه هادي أمسار أو هو الإصلاح الإداري طبعا المشروع طبعا طب أنتو بتعرفوا أنه لهلأ موقع سجيل التجاري موقف قال ما في ساعة بيقولولي ما في ميزوت لنضوي الموقع بيضفي المتار وجارنا دقيني لأنه شو القصة قال لا ما عم بيتعرض الموقع للقرصني ما بدون العالم تقدر تهريد لأنه عرفوا أنه العالم عم تصير تقدر تفوت بتفوت بتحط أنا هي عنحق الوصول للمالوك طبعا موقفينه طب هدا بيتمويل لنعمل هدا الموقع إذا مش غلطان يعني امتحاد أوروبي ها من حدا بس مش ذاكر طب هدا الموقع أخذ تمويل لنعمل موقف بديعملوا هائلة مكافحة الفساد يشغلوا الموقع بالأول يشغلوا الموقع اللي بتقدر من خلال العالم تعرف كل شركة مين بيملكها هني مع العالم أنه كانوا مفروض شو عم بيعملوا ضمن الشروط اللي حطيت عليهم الـ OECD اللي جهة الانتفال هيا عم بتقول أنه بنا نصير نعرف كل شركة مين هو الـ OECD هلأ لو عحطونا الاستمارة ليعبوها ويش عارف شو نحن هلأ مع فيها نعرف شو ومالتوزفين عم بيداوموا بالدوائر لأنه على الف وخمسة تقصم نعمل الهيئة الوزيرة عم بتقول أنه فيك تروح تتقدم عند الهيئة بكرة بشكوى أنه أنا ما قدرت أوصل لهالمعلومات بالوزارة هلأ كيف يحقق يعني نحن هلأ العليب نحن صحفيين نحن صحفيين وعقدنا بس أنه طيق عندنا يعني كل ما يكبر الجهاز اللي عم يشتغلوا وعندنا صحفيين وكذا صحافي سينير صار هلأ لنقدر نحقق بأضايا هالأدي يعني مش ما مندعي أنه عم نحقق بكل أضايا فساد البلد طب كيف بدهم يحققوا هولي وهني ما معهم الأدوات ولا عندهم الخبرات لا يعملوا هذا الشي هذا بلد لديه خبرات بارتكاب الفساد وليس بمكافحة الفساد إذا استعانوا بخبرات خارجية لأنه كل ما يطلع شخص تنقول مثل الدكتور جون علي أول شي رح يعملوا رح يحاربوا خبرات خارجية إذا تمت الاستعانية نسأل خبرات خارجية أول شي فين استعانوا بخبرات أو حتى أنتم كسحفيين استقصائيين ليش ما بتقدموا المساعد لهذه الهيئة لا تكونوا سوا عم تعملوا فارق عم يمشوا بالاخبارات اللي نحن منقدمها بالقضاء وكالتر خيرون نحن النية السياسية هذه النية السياسية مننا لحالة ما رح تطلع كيف بدأ تيجي بدأ تيجي الدول المانحة وتقول لهم تقعد على الطاول تقول لهم تعيح يا حبيبي أنا فرجيتك الجزرة كتير وما نحكي عن العصى والجزرة أنا فرجيتك الجزرة كتير وشفتها أنت باريس واحد وباريس اتنان وباريس تلاتة هلأ رح تشوف دور العصاية بتمشي مثل الشاطر وقالا بتاكل عقوبات إذن التدخل الخارجي برأياته هيهم الشاطرين عم يمشوا أول ما عم يتم التلويح اللي هو بالعقوبات